السلام عليكم ازايكم عمين ايه الاخبار اه اتمنى اكونوا بخير اه انا قلت النهاردة هنعمل حلقة جديدة مختلفة عن اللي كنت مقدمه مش من قبل كده والحلقة دي مش ابقى لوحدي يعني معي محمود اه انا سيب محمود اعرف نفسه في الاول بعد كده اه بنقول هنكلم عن النهاردة السلام عليكم انا اسمي محمود حنفي اه اه خريق هندس اسكندرية 2014 وشغال في مجال software engineering و data engineering يعني من فترة وحاليا شغال اه يعني software engineer في قبل اه انا يعني بعض ضعفين انا اسمي مصطفى علاء وانا شغال و خلينا نقول كازا بتحطينه عضو تحت الفيديو بس ايه نذكر بي ان كل الاراء اللي بتقال في الفيديوهات سواء مني او محمود او من اي ضريف على القناة هي بتمثل وجه النظر هو الشخصية ما بتمثلش رأيي بتاعه الشركة بتاعته ولا بتعبع عن اي للي هو شغال معهم سواء انترنل او اكسرنل في الشركة انا عرف تسكير ملضمي بس خلينا نقوله يعني ايه طيب احنا رضا جايين نعمل ايه محمود اقول لنا كده اا يعني على حسب ما انا فهم وانا نهارده يعني نضيف عند مصطفى فهو يعني نهارده عايزين نشوف يوز كيس كده يعني ايه موضوع من اا من اول والاخر يعني انت يعني لو انت تخيلت ان انت راجل يعني شغال بقى يعني اركتكت اركتكت ولا شغال داتا انجينير وجالك حد عايز سلوشن يعني عايزين نعمل حاجة من الصفر يعني من بداية للنهاية فاحنا هنفكر مع بعضين يعني هو مش يعني ده مش عبارة عن يعني كلام احنا نقوله هو ده الصح المطلق بس احنا بنفكر مع بعضينا اللي هو يعني ازاي لو حد جاب لك مشكلة زي دي ازاي تفكر فيها ازاي تفكر في حالها طيب هو الواقع اللي بيحصل ان لما بيجي اا اي بيزنس او بيجي شركة او بيجي اي حد عايز يبني اركتكتشر اول حبيب ده منها انحنا بدنا نسأله شغال تسئلة عامة فانا حاوض افكر مع حمود دورتي بصوت عيالي والاركتكتش محودة هم مش البرفكت يعني احنا هنقض نشتغل عليه فوقتة من فيديو ومش اتفاق نوصل البرفكت ازاي انه بده بيرضي الاسبكتشن تعد اللي احنا عايزين نبنيه يعني من ناحية والفنكشناريتي والديفيلوبر ايكسPERIENCE بار فتعالنا نفكر بشكل عام دورتي احنا احنا حطونا شوية سورس سيستمس هم مش عايزو كل الفيلم اكيد في سورس سنبلهابه اكتر من كاس انا حطت حاجات كل واحد ليه يوسكيس مختلفة بحيث ان انا احط اكتر من باتر من واحد مش يعني متبقاش كلهم نفس اليوسكيس عشان تبقى فيها تنوعية ما يعني مثلا لو نفترض عندي يوسكيس مثلا لها بتر من اكس عشان نجيب داتة منها مثلا فانا مش همحطش كلهم نفس يوسكيس دي وكمان انا مش عايز اخش بتفاصيل في الاول عايزين بدا ان نفكر ببعض شكل عام اللي هو الابجيكتف تالي عايزين بني فانا دايما بنبدأ لما نجي نفكر في ان انا اعرف الشركة بتعمل ايه والابجيكتف بتاعها بشكل عام وبعليك اشوف البيزنس بروبلم اللي حاليا او بين بوينز حاليا بنحاول ففكرنا بشكل عام في الابجيكتف ايه الابجيكتف عايزيني اعمله في اللي هو طبعا عندها الشركة مسمينها ايه الحاجة اللي عايزيني نعملها في الشركة دي تخيولا مسلا يعني اه انا نفترض اقرب على السؤال ده يعني اه انا متخيل انك انت فكر كده لو عايزيني بحاجة زي كده ايه ايه لو تخيلنا مسلا ان احنا عندنا المستخدمين بيستخدموا السيرفيس بتاعتنا فاحنا عايزين يعني مسلا نجيب معلمات المستخدمين دي ونحاول نطلع منها احصائيات مفيدة للبيزنس بحيث ان احنا نطور من البيزنس ده برضك يعني ايه او في الاخر يعني الفكرة يعني من وجهة نظر يعني لكل الحاجات دي اللي انت في الاخر هي ايه الاوبت بتاعها يعني هي ممكن تكون حاجة معقدة جدا عشان في الاخر تظهر مسلا ان احنا منكسب احنا منخسر ايه المحصلة النهائية فممكن تعمل في النص حاجات معقدة كتيرة بس في الاخر تطلع داش بورد مثلا او في الاخر تطلع كاونت او تطلع بروفت او لوس او يعني معلومات في دي البيزنس في الاخر يعني صحيح صحيح يعني لو اعتبرنا ان انا عندي شركة فيها مسلا شوية دولز اليوزر بتاعهم الشرط يكونوا بيزنس ممكن يكون ايه اليوزر بتاع ده يكون اه اصلا هو مسؤول عن السيستم ده بس انا ستيل عايز اجيب منه معلومات دي عشان هحطها كلها في حتة واحدة والحتة بتاعت انا هحطها في حتة واحدة هنتكلم فيها بعدين عشان في الاخر يطلع معلومة معلومة دي قد تكون او اول ايه طبيعة المعلومات اللي ممكن تطلعها من اي في طبيعة الاولى اللي ممكن تطلع معلومة هي موجودة في السيستم يعني بيسموها اه زي او من ناحية نهاية بتطلع ريبورتينج اوكي الجزء التاني اه انه ممكن يكون عندي حاجة مش موجودة ايه مسلا انا عندي وانا عارف خاصة بسايز اعملها الحاجة اللي ممكن انا اعمل لها في السيلز ديتا او او يعني انا عندي السيلز تاعة منتج معين بتاع المنتج ده هو ده الجزء التاني ممكن يبقى الجزء ده محتاج فيه مش ريبورتينج بس في الجزء التالي بيقى مكس ما بين ان انا عايز جزء كوم مش ريبورتينج طب في يوسكيس رابعة في يوسكيس رابعة ممكن تكون ان انا يبقى عندي داتا بس انا عايز اطلع منها او او يعني انا عندي امبوت افنس وعايز او بتاع اليفنت ده يكون اه اناظر افنط فدي برضو مختلفة احنا ممكن نتكلم عنها ام طيب ايه ايه النقطة التانية بتاعة ايه المشاكل ايه بتواجه الشركات شان تبني او داتا ليك مسلا وليه الشركة اصلا تسنترالايز الحاجة بتعيدها في حتة واحدة? اه انا اعتقد احد المشاكل او يعني اللي انا شفته يعني في حياتي ان احد المشاكل ان مثلا بتبقى السيستم اه يعني ايه مرمي في حتة كتيرة فانت صعب بتطلع معلومة موحدة فمحتاج تربط الحاجات ببعضيها عشان يعني مثلا هو مثلا في مكان في معلومات في مكان تاني في اليفنس فلو انا ما ربطتش الاثنين ببعض مش عارف اطلع بمعلومة مفيدة اه في بعض ال اه اسمع المفادي زي ايه مثلا يعني انت انا اخد اكزامبل تنوضح للناس يدي ام يعني مثلا لو لو انا عندي مثلا مكان في اليوزرس محفوظين ومكان تاني في اليفنس وانا عايز مثلا نشوف الزكور بيشتروا ادي ايه افنس ما بيعايت مثلا او او اين كان عايز اشوف مثلا نسبة الزكور بالنسبة الناس فانا اليفنس ذات نفسه مش مفيد بالنسبة لي لكن لو ربطت المعلومة دي بمعلومة اليوزر ده هو جنسه ايه هو جنسيته ايه هو اسمه ايه هو ذكره ولا انسة هو مش عارف ايه فممكن ما اطلع بمعلومة مفيدة في الاخر اه ايه تاني ممكن اه نعملو كان في حاجة نغير الصراحة هي اليوزكيس دي بيسموها في بعض الشاكات تلتمية وستين داقة اللي هي ايه ان انا لو عندي يوزر فانا عايز اشوف اليوزر ده من اكتر من ناحية عايز اشوفه من ناحية اللي هو وعايز اشوفه من ناحية تالتة مسلا اللي هي بناحية طب هو اهلا يعني فيه بعض الشركات بتايمي مع ازر روب سايتس عايز اشوفه بيعمل طيب عشان اشوف كل الكلام ده هوت في مكان واحد كانت بتروح لديتها ليك طبعا انا عارف ان فيه داتي في مواكت حاجة اسمها داتا مش بس مش نتكلم عليها هنتكلم عليها بتاعت الداتا ليك انها داتي عايز اخلي احط فيه كل حاجة صح كده برضا في حاجة تانية اللي هو المعلومات انت بتجيه لك بسرعة قد ايه يعني ممكن مسلا يكون عندك سيستم مسلا بيجيب المعلومات ممكن بعد شهر تعرف ان في حاجة حصلت وانت عايز تبلد سيستم مسلا اللي هو المعلومة دي عايزها اول ما تحصل لعرفها فبردك يعني دي من احد البحيث ان هي مشاكل البزنس برضو ان هو بيحاول يعرف المعلومة في اسرع وقت ممكن فهو ممكن يربط حاجات ببعضهم عشان يوصل للمعلومة بسرعة بدل ما ما تعرف مسلا ان فيه كارسة حصلت بعدها بخمسة شهور ولا بتلات شهور لانت ممكن بتعرف كارسة حصلت بعدها بيومين او بيوم فدي تساعد البزنس لو ياخد قرارات صحيحة بشكل اسرعين. صحيح مسلا لو تعاني اتخيل ان في بيزنس عنده بشكل ما هو بيستخدم ووبسايت اكس ماشي او هو عنده ووبسايت اكس. ويوز كيس كومونس ما هالي تشارل لنا مسلا تشارل دي ان اليوزر يمشي من الشركة دي والشركة تانية. فانت اناليسة البيهيفة بتاع اليوزر بتاعك من اكتر من ناحية ممكن يساعدك فقرر بوقت انك انت تدي اليوزر ده برموشن او تديله يوز كيس معاني او تديله او ده ممشيش. بس مش هاضعف معلومة دي الا لو انا شايف مسلا سيت اوف افنس واسسول اس بوسيبول حسب عن بتبقى ما اعتقدش ان في حاجات مختلفة بس اصد في الاخر على الديتا دي. ام بس سؤالك كمان بقى ليه اصلا ليه اصلا الديتا او الديتا ليك في خلط منهم يعني ايه ايه الفاق ما بينهم ميجا ديزاين سيستيم ما بين ان انا يبقى عندي حاجة اسمها داتا ورهاوس ويبقى عندي حاجة اسمها داتا ليك في فاق بينهم اصلا ولا لا انا مش مش متأكد بس انا يعني حفتي اا الديتا ورهاوس اللي انا عرف عن الديتا ورهاوس ان هي بتبقى الحاجة فيها لحد ما يعني يعني انت بتحط الحاجات كلها في مكان معين اكد انه مخزن للبيانات وبعد كده بقى ممكن كل يوم كل يومين كل شهر تران عليهم من شوية سواء بقى سيكول كويري ايا كان يعني الى تعمله وطلع المعلومة ااا اعتقد داتا ليك هي بقى يعني الحاجة المربوطة يعني الى حد ما. هل الكلام بس صحيح? ااااااا ميش بالزبط خليل ووضح انا احنا مش هدف ان احنا يعني ممكن نحضر بسينتش نقولي كامل ناظري بس انا عايز نشعب كما عملي. داتة الليك دي نعتبرها جردل. انا تعبير جردل ده افضل تعبير فعلا شفته. داتة الليك يا جردل بعمل فيها كل حاجة. اعمل فيها فايلز. اميجز. فيديوز. اعمل فيها جيسون. سيس في باركي. اعمل فيها الضامب اوف داتة. اعمل فيها بي دي افس. داتة الليك. تاتة الليك يعني انا حتى شوفت موظم الشاكات لقي داتة الليك تحهم شايف المربعة ده. انا فعلا جردل رامنة او جردل يعني ما عرفش رامنة ده جردل ما عرفش رامنة شكل تاني او لا. حتى الهدف ان هناك عندك حاجة جينيريك ستوريج لأي حاجة. اوكي. مش فرقة مع اي باتش وستريميج اصلا. يعني في داتة الليك للباتش وتشغيل ستريميج جيس كيس. الهدف الاساسي انت بتاعتي ان هي تكون بتشيل اي نوع شكل مديد. حاجة تانية كونسبة للك ان هي ترمي. يعني هو جردل فانا ممكن نحط في الجردل شوية رامنة وشوية زلط وشوية طوب وشوية اي حاجة يبقى مختلفين. وهو الجردل مش يقول لك لأ. هم ما يقوليش لأ. في حاجة تانية الناس بتقول لك ان الجردل ده يبقى يعني الحاجات في المدرش. يعني يبقى بشكل امان ان انا هسيب عندك داتة ما تضيحها ليش. دايما وصفات داتة ليك. هتقولي ما ينفجد داتة هاوي سقول لك تمام. بس الجزء كامل ده ليك نكون رخيصة. يعني انا مش عايز حاجة. فبالتالي كل ما حط عليها ميجا بايت ابقى عامل حسابي اي اي نهار ابيضة الميجا بايت بتكلفني في الساعة مش عارف كزا? لا. انا عايز ان داتة ليك تكون بخزن داتة ليك تفعلها عشر دولار في الشهر او في السنة او حاجة زي كده. يعني مش عايز. وعايز بقاليها اكتر من طريق ان انا اخزن فيها الدياتة. بحيس لو عايز في داتة ارقايفها اسيبها برضو ما اضعش. مم. مش مو ما عندي اكسيزها امتة بس انا عايز ان الدياتة يكون جينيريك وتستحمل اي نوع طريق من الدياتة. ودي الحاجة الناس تركز فيها. لسه ابنكلمش على الربورتن داتة. ابنكلمش على ايوز كيس. ابنكلمش على ايوز كيس. ابنكلمش على ايوز كيس. هنتكلم على ايو طيب تحط في الدياتة عشان تقدر تتعمل على ايوز كيس يعني مش بس يعني مش هي. عندك تابلو مش معناها انت عندك تابلو معناها بتحط في الدياتة. او سيمي استراكشور ليمتد لي جيس ومعطي كنت مش عارف في اكسيميل ولا بس هفترضن في اكسيميل. بس الغالبية جيسون داتا بيزيس او داتا هاوسز بيسابورت جيسون. فاضح اخذ في الدياتة عشان اعمل فيها اناليتيكس. ده في الغالب بيبقى بعضهم بيبقى مشين ليرنينج بس ده ده جزء من مواصفات داتا هاوس. هل بقى ممكن الاقي داتا هاوس بتساوط اه يعني داتا هاوس بس مش يعني مش في داتا هاوس بتساوط اللو لتنسي ودي دي وجهت نظر ممكن اطلع قطع يعني ممكن اطلع اي ده تروح لحد تاني يقولك لا داتا هاوس بساوط الاستريميل اوز كيس انا اظن يعني اظن من معلوماتي البسيطة اندهز مش مش للحايس تسميك داتا بايزيس حايس تسميك داتا بايزيس ليها كيس تانية نتكلم فيها. وانا عايز برضك اسأل سؤال هو مصطلح داتا هاوس داتا لايك دي يعني هو مجرد مسميات لحاجات تانية يعني صح يعني او مش مفيش مسلا سيرفز اسمها داتا هاوس انت مجرد عندك ممكن ممكن ماتش دي في اس او او اي ان كان او اس اسري او ان كان انت بتسميه ده ده الدا هاوس بتاعي او مثلا او ايان كان انت بتسمي ده ال data warehouse لكن مفيش حاجة اسمها data warehouse او مفيش حاجة اسمها data lake. data lake هو الاركتكشور اللي بي support الكلام ده هو. يعني data lake دي مش مش الستورج مسلا اس اس ري ولا جي سي اس ولا ايجور مسلا مش عارف بلوب. هو ده في نفسه اسمه data lake. data lake هو الديزاين اللي هي support news case تعتك. دي كاسم data lake. لكن data warehouse يعني في معلوماتي لا هي في الغالي بتبقى data base supported مسلا ببي اي طول ولا حاجة. ده مسلا الenterprise تاعتي. لكن في الغالب ما بتبقاش حاجة زي مسلا ايه? ان هي يعني مسلا مش هوقو جيب يعني مش جيب واقول مسلا ده هو هو ال data base تاعتي. هو مش data base. وان كان في data base فهو بقى خلط شوية في في المفاهيم. بس خان اقول ال basic شو ما انها برطش دانية. انا هفطيب دلوقتي فرضيا الجزء اللي هيبني عليه اللي اللي هو نفكر فيه. انت ليك هي generic storage اللي هضر حط عليها اي نوع مت data. وطلع تحفظ ال data بشكل كويس. ما مضيعش ال data. كويس دي كلمة عامة هنشح يعنيه كويس بعدين. تحفظ ال data. وبشكل ما مضيعش اه لو عزت اخز ال data دي. او ده اخزنا ولا عزت رجحها رجحها. حل? وتبقاش غالية. ده. مش شرط يبقى ممكن تروح للكتاب يقولك لا مش شرط بكون رخيصة. بس في غالبا الشركات الكبيرة بتروح لتاليكش انا عايز حاجة رخيصة. طب اديني لو انا عندي وانا هتكلم على الشركة زي مثلا. مثلا لو انا عندي ميت تيرابايت. ان انا خزم ميت تيرابايت على مثلا نفطرد نفطرد الف دولار طبعا هي رقب مهولة عن كده. حل? لو انا واحدة لتاليك بعمل ايه? بقفلود ال data اللي مش مستخدمة في تيرا داتا ولا ايه? خلق على تيرا داتا مسلا عشر تيرابايت والنمأ ت MEL 990 تيرابايت التانين دول. وانقد 11 terابايت صح? 990 تيرابايت تانين دول لاحطهم على ايه سس في ولا ايه حالة تاني. كده العشرة تيرابايت دول وهوفه ليه كتير جدا والتسئiatTV تيرابايت اللي على الس سي دول وهالي على تلك دول بقعد أو مش. يعني انا حتى لو راستك كوية دتا دي هنشوف زي انا كوية على تلك بعدين.繼بおهن البرفورمانس بتاعهم اللي بيسموها الهود داتا. وحنا شرحنا قبل كاف فيديو شوفوها على القناة. فبين حاجة اسمها الهود داتا والكول داتا. احنا هنفترض اني حتى الهود داتا. حتى اللي بيزنس بيعوز اكسره كل يوم. حتى الهود داتا. فمسلا لو تشرك عندها تلاتين سنة داتا. فمسلا انها تخاز تلاتين سنة داتا. مش هيبقى. ده جزء من الحاجات اللي انا بقى اظن ان هي داتا داتا ليك يعني. طيب ما تيجب مصطفى نخش في الموضوع على طول. طيب. احنا ده اكون قادمة. علشان احنا كلام نظر كتير. طيب. تعالوا. حس الكامل عاملة يكون شايف. طيب. طيب. تعالوا نخش في اليوز كيس. دلوقتي احنا عندنا اه قلنا كذا سورس سيستم فتعالوا ناخد كل سورس سيستم وقلناه بيعمل ايه? نبدأ بقول واحد. ايه هو الواحد? اه سيلس فورس. اوكي. طيب سيلس فورس هو سيرو ايم تول. هو طبعا او كل تول ممكن نتكلم عليها مكون لها اكتر من يوز كيس فانا هاخد يوز كيس بس منهما عشان يعني في بعض الانتربيز سلوشنز تبقى كبيرة جدا فاكيمش نديسكراس كلها فيها. فسيلس فورس هنا بنتكلم على السيرو ايم. السيرو ايم سيستم تاع السيلس فورس يعني. واللي بنعايزينه هنا. لو فانا عندي شركة وعندي سيلس فورس سيستم في داتا تاعة الكاستمورس. فانا عندي بشكل ما عايز ااناليز داتا دي على داتا وهيوس تانية. هتقولي طبعا سيلس فورس نفسه جوا اناليتكس او جوا ربورتين. هو ده قابس ده من وجهة نظر سيلس فورس. افرد ان انا عايز اشوف اربط ده بحاجة تانية. فانا عايز اجمع دول في حيطة مع بعضها. طيب سيلس فورس ده طب انا ها اكسزها ازاي هم مش هيديك اكسر ده بيستعته. فازاي اكسز مسلا حاجة زي كده. وغالي من بيوفر ابي اي من اللي عايز اكسز داتا من خلال ابي اي. عشر على عشر بالزبط. طيب انا بقى لو انا عايز اكسز اي بي اي 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 اول صباح والنفسي وفكها فيه قبل ما نخش بيتريوس كيز. نفكس على سيلس فورس الاول عايز اخف كم اوبجيكت او كم حاجة عايز اكسز ي Idexbackتها thành من سيلس فورس. ه Skelly ايها وانجوب. طب صويت تاني لو هي وانجوب هي وان طايم ولا عايزها كل يوم. طب لو عايزها كل يوم. هEN عايزة الكريمنت اللود ولا باتش اووو اي الفهاب ان الكريمنت لا بدو اي 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 ا اي 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 كريمنت اللي هو الحاجة اللي اتغيرت من اخر مرة انا كنت باجيب في هالدايتا الوانا كل مرة بلود الحاجة نقول لها الاخير ها حتى ساعة غيرت ما تغيرتش. تمام وبعدين? اه على حسب باعي استعمل بها ايه. اه طيب لو انا عندي لو انا عندي انكريمينتل بتاني نخبص اكزامبل في الحيطة دي. لو انا عندي اه مثلا تابل في مثلا سيلز ماشي? مش طيب ايدي مش عارف ايدي مش عارف اي دي مسلا. لو انا لو انا بعمل ايه اللي هيختلف او ازاي ممكن اعمل كده يعني تعالي هناخد هنا حتى هنا عشان بس نسكن فاهمة. لو انا داتي عندي او هناخد هنا حاجة زي مسلا ايه. تعالي ناخد هنا. هفضل انه عندي هنا تابل ده تابل. بس اه انا عارف خط صغير. تعالي كبر خط شوية. سانية واحدة. هنخلي خط كده حاجة ايه اللي هي اربعة وعشرين مسلا. او فلي مش هدي يكبر. اوكي سانية احنا. طيب فضلتي خط كوية شوية. طيب تبتع نكتب الى اول اصلا. طيب تبتع نكتب ان عندي مسلا عندي ايه? عندي او 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 ايدي وعندي او 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 ديت بس. اها يعني اهف يعني اها يعني مش محتاجين كل حاجة تانية. ماشي? هنفتعد ان هم دوت بس جيس كيس عندنا واقب باش نداري تشوفوها. ماشي? اه انا همسح للمواة بعد بعدين بس انا هفتعد عندي او ديت او 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 ايدي. الفاية بين الانكامنت اللود والفول لود. ازاي هعمل التابل ده? او اعتقد سهل. انا بس هموفي داتي كلها زي ما هي. اه ارد تابل كل مرة واحدة. طيب لو هعمل انكامنت اللود ديلي. ازاي هعرف انكامنت اللود ديلي. اه كده مسلا الوردر ديت بتاعهم مسلا اكبر من اخر مرة انا جبتي فيها الديت. الله ينوعي. حين نمسك بقى الحتة دي. انا كديفلوبر او انا كشركة. لو انا بعمل عايز يتراك دي. فاولا الموضوع سهل خلانا منصفين يعني موضوع مش صعب ايدي الديفلوبر هيكتب الكود وهو بيسلكت من او من هيقول لها انا عايز كل حاجة من لغاية لما التارجت دي بتاعي او التارجت اه يعني انا مسلا عندي انا اخرج حاجة بتاعها كان مبارح مسلا احنا نهاردة اه حزارة نوفمبر هجيب كل حاجة لغاية مبارح عشان نوفمبر حل? وفي اطلاق تارجت عشان اعرف اخر ديت واجيبه او اخزن التارجت ده في اي كي فاليو بليس لكل تيبل وبالتالي اقدر ان انا ايه اه اقدر ان انا اجيب دي الحيطة دي صح كده? طيب ايه لما اجيه اللي بتواجه في الجزئية بتاعت الديزاين? هل الفول لود ولا ما اللي احنا فيمناه كده? اوه اكيد هو الاصعب يعني الفول لود انت حتى كل مرة تقرأ كل مرة واحدة مش سهل جدا. طيب فبالتالي الشركات لما تبقى عندها كي زي كده بتبقى عندها اختيارات مش كتير. اختياري الاول هو ان انا بتاعي مسلا تتزاين فيها ده وتخزن الديلتا او الديبل تاع الكل يوم ده. بس الفكرة ان انا هقدر بنفسي اللي مسلا وانا عندي الف اوبجيكت مسلا. فيعني كرياتينج الف اوبجيكت وماناجينج الكريمية بتاعهم مش سهل. حاجة تانية السورس البقى منه هالي ايه بقى ايه سورس ده مش ممكن تتغير? اوه طبعا. طب افرد غيرت هعمل ايه? هتغير الكود بتاعي. هتغير الكود بتاعي. هتغير الكود بتاعي. بس هافطل ده انا عندي ماشي? هافطل ده. ده. فهم كاتبين كود يعني. عامين في مكان واحد هيرفليت في معظم الحاجات ده فرضا مني. فبالتالي هيمانتين. بس برضو الحاجة الصعبة اللي بزنس تفكر فيه اوانا الحلقة دي. التارجل تقول جينا صرحا مش شرط يكون كلهم تكنيكا البرض. ماشي? ان برضو هاي سكيل ديفلوبر مش موجود يكتب في الماركت. انصفا يعني. احنا برضو اجبنا نفكر في بزنس. بزنس عايز حد يكتب له حاجة جينيريك. ما يعودش كل يوم ما هكتضب منه. مم. كان ما تفكر في حاجة استابلت. فالبيزنس بيقضامه اختيارين. اما انه هجيب تيم هاي سكيل ديفلوبرز. ماشي? يكتبوا كود. والتيم ده يكون المنتينوبي تعت الكود ده هوت. بس في اخر وفرت كوست ان انا روح اجيب لي تول جهزة بتعمل الكلام ده. اه بقى كل حاجة عندي اقضى ما انا عايز او او ده تول الجهزة. تول الجهزة دي هي عارف دي. وهي انت بس ما يخدش ديها واحدة. طول انا عايز الابجيكت كم كزا وهي يجيبه لك. طول انا عايز انكلم انت الاولي او ديلي. وانت بقى مش بتفكر بقى. طب الكود بتاعتها دي بلويز زي. طب مين هي ميتين الكود ده? طب افض الكود ده. ايش ده الكلام ده? هي جوب جيب كل الكلام ده راح ده. بس ايه تفتكر لما روح لحاجة يعني. التكلفة هتبقى عالية? يعني لو على حسب حجم الديتا طبعا لو الديت حجمها صغير هبقى ده اسهل لي. لكن لو اديت حجمها مسلا بالتيرابايتس ولا حاجة. اكيد التكلفة هتبقى عالية علي ان انا استخدم كمية الديتا بالشكل ده. بزبط. خلينا نقول يعني عشان بس نفسص حاجتين. فيه تات انواع على الكلاود عم تانيا. فيه نوع اللي هو انك انت بتاخد حاجة وتعمل كل حاجة بنفسك. يعني او يعني مقفول كده واخد سطب بقى علي مسلا سطب علي السيستم اللي انت عايزه. وعيش مع نفسك. حل? طيب فيه نوع تعيني من السيرفرس اني لأ انت بتاخد حاجة هي اا ما نشطي. يعني مثلا انا بتانا اخد اكزامبل انا باخد افلو ماشي ام كسطب افلو بنفسي صح? ممكن نروح لامازون او جوجل او اجر قلو ادوني افلو جاهز مسلا حاجة من السيرفر بتاعه كزا. يبقى السيطب نفسه الوحده ايه? يا معمول. بس في بقى حاجة تادلة انت روح تاخد الشركة هي اللي عاملها مش اوبن سورس اصلا. مم. ودي حاجة زي الفرقة. فيه طبع اوبن سورس يعني يعني سيرفرس مسلا اوبن سورس زي كافكا او زي اا اا كوبارنيتس او زي ايرفلو. شركة تاخدها تعمل لها فيه سورس سيستم تاني اللي لقى هو بتاع الشركة دي. بكوير مسلا. طول مقفولة بتاع الشركة هي مش اديك كوب بتاعها. مم. مش طعف تعملها بنفسك. مم. لكن اا ريتشفت كذلك اا سنوفليك كذلك. فاهم? نفس الكلام ده. اا لكن مسلا سبارك او ممكن اخد سبارك ازا اوبن سورس او عامل نفسي. ممكن اخد شركة زي تابريكس او زي امازون بيوفروا سبارك ازا سيرفرس اصلا. مم. طيب. فنجع وطورتنا نرجع بقى في الحتة دي. التول اللي ممكن هستخدمها عشان تقرأ من من السورس ده حاجتين مني. حطي الكوست هتفالك جدا. انها برضو طبع حاجة انت بتوفى انت بتوفى حق ديفيلوبرز بعد ما اجيب تيم كامل ديفيلوبرز هاي سكيلد انا بجيب للتول هي هاي سكيلد ووسكيلابول وتسعادة تصرف من الكلام ده يعني لو حاصل اي ايش انا اللي هفكسها مش انت ولو عندك مشكلة هساعدك تيم بلي منتها. بس عجلنا ما اخدت الفلوس. حاجة تانية ان انت ملزم بلي متشان بتاعها. يعني افرد افرد انا اديك اكزامبل بقى وده اكزامبل فاليد ناس كيف شفاكة فيه. افرد انا عايز التول وهي بتصحب الدياتا تصحب شكل انكريبتد. دي الكلام من الحكومة. اني اي ترانزيشن للداتا بني انكريبتد. انكريبتد او. 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 انا عاف مش 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 رحدي دي دوقتي معيش اشان بس من داخل شو بس يعني الفرق بين انكريبتد وانبلايس وال 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 والفرقات ما بين الكريبشن بس خلان قدتي يعني ان الدياتا بشكل عام تبقى معمه بتاعت. بدون دخوله تفاصيل اهي. دي مش بتصبورته ده. فانت كده خلاص ما عندكشن هتا دي. او. اه او. اي سيرفز دي بتصبورت طيب من يعني اصب تصبور ديلي بس وانت عايز او علي. او بتصبور ديلي او او علي وكل كام ده. بس الابجيك بيجيبهولة بسيقة. يعني مسلا انت عايزه بركيه مسلا. وهي بتصبورش غير سي 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 سي. و سي سي مش مزبوط. فانت سعب بتطير تاخد. يعني تيكت او ليفت. طبعا سعادة فنانس بتطير بتعسيز اكتر من سلوشن. بس انا باتكلم في الاخر ان دي من ضمن الحاجات. فانا. في سلس فروس هنا. يعني او خلينا بس اني نلخص الكلام ده ان احنا اه لو انت بتحاول تستخدم سيرفز يعني موجودة تفكر قبل ما تستخدمها يعني او لو حاب تعمل حاجة مثلا انت بتشوف حاجة موجودة ان احنا حصل معنا المشكلة دي قبل كده كتير في الشغل. ان هو مسلا انت بقى في حاجة موجودة بس احنا ما ننرضاش نستخدمها عشان ما نوقاش تحت رحمة بتاعت التول دي. لان هو لو استخدمتها اه في مشكلة حصلت. محتاجة ان انت تروح تقول له اصلى حالي. او محتاجة فانت ملزم ان انت تعمل معهم اتفاق طب تعملوا لي كزا. طبعا انا عايز كزا وانتو بتعملوا كزا. ولو اه بس ده ده طبعا بيوفر في الوقت. فكل حاجة عن ايه بليها مميزات وعيوبة. اللي انت تعملها بنفسك. انت كان بتاخد يعني او اكتر انت تتغير فيها براحتك. لكن الكوست اللي انت تجيب حد يعملها كبير. لكن لو انت خدتها وهكذا يعني كل حاجة لها مميزاتها وعيوبها. فعني اللي يفكر في اعمل حاجة يفكر ايه مميزاتها وعيوبها ويشوف ايه الافضل بالنسبة لوسعتها. صحيح. وبالتالي لو يعني عملنا يعني عملنا حتة دي. فبعضو الحتة دي. احنا عايزين اختارة تول. احنا داتي احنا كشركة هنفتقد معنا. مش عايزين يعمل ما عندي هنش كافين. وانا عايز استخدم آآ تول جهازة. وانا داتي على الكلاود. فانا هبدأ داتي الخطوة فصيلة على الدزاينة بس هفكر التوم كستخدمها. وبعد كده افكر في هدي بعدين. ماشي. يعني انا داتي هفتكر هفكر هنا انا عايز تول مش هقول اسمها. يعني هكتب هنا كده بوكس. انا عايز تول او انا هفتكر بتاعي دلوقتي. هفتكر انها داتي عادت مع محمود وعادنا دا عمالنا ان احنا عايزين احنا عايزين التول تبقى ومش عايزين ان احنا كتب تكون بادينا يعني هفتكر ان هي دي الكيس بتاعتني ماشي. فانا هروح انا هاختر هنا تول مش اسمها اكس او اسمها تول وخلاص. اكس مش هايف ايه هي. هل? هنفكر ايه هي التول هنفكر فيها دي عشان يعني احط هنا هنا عشان سيلز فورس. سيلز فورس. اوكي? ممكن نسميها مسلا داتا اينجيشن ولا حاجة زي كده. او داتا اين كده. طيب احنا ممكن نعمل ايه? ممكن نعمل هنا نروح هنا نجيب البواب بعد كده ماشي? ونسميه هنا نحطه كده هنا. نسميه ال الينجيشن ايه? اوكي? نسميه هنا كده دي. ايه? الانجيشن ايه? اوكي? ودي دي كده باك. تمام? وهنشوف اي التول زي نحطها هنا مش هستحط اي كونز دلوقتي. اوكي اننا نخليها ايه? يعني بشكل ما اا يعني بعد كده ان اا يعني نحط اسمه التول ونختارها بعدين. اوكي? حتى ممكن نختار فيديو تانية. تمام? طيب. نيجي الحاجة اللي بعدها. تحب ناخد اي بعدها. سيب? ناخد حاجة تانية. ناخد زوم. ناخد زوم. ناخد زوم اول مرة اصلا ان زوم لها اه كلاودية اولين فها تجيب منها حاجة. ادي انا سكشفها سواء. بص. اه الوز كيس هنا ايه? ان في بعض الشركات تقول لك انا اه بيبنوا او بيبنوا اه طبعا هم مش بيبنوا عشان يختار الناس ما بيقولوا يعزهم هم عايزين يعرف مين بيكلم حاجة يعني انا كمقول لك ازعار في الناس بتقعد ادي اي ميتنجز في اليوم. مين بي ميت مين. ده بابتراض ان الشركة متفقة مع زوم يعني مسلا شركة. لا لا اي حد عنده زوم سبسكريبشن يعني اي شركة عندها زوم. ايوة من قضي الشركة ليها سبسكريبشن على زوم يعني. اه اه. فهي عازي تعرف الموظفيها. بالزبط. فده من حقاها ان هي تعرف كده. بالزبط. او انت. لكن مش هتعرف لاي حد في الدنيا. اه. دي نقطة كويسة جدا نحن نوضحها. احنا هنا زوم هيديك لك انت او بتاعتك يعني. مش هيديك يعني مسلا لو انا الشركة بتاعتها اسمع اكس محمول شركة اسمع واي. فانا او بتاعة الشركة بتاعتها اكس. فانا قضي اخد اكس على اكس او اي حد في الشركة ده يخد على الاكسس على بتاعته هو. بس انا ما اضعش خش على واي اللي هي شركة محمول. صح كده? صح. طيب. احنا هنا نبقى عايزين نشوف طول او طريقة ان احنا مع بتاعة زوم. بشكل ان انا لما يحصل احطها في مكان ما. وابدأ بعدين اعملها في الموظفين في الشركة انا سم بايه دو قد ايه في الشهر او خلنا اخد حكا سيما كم في اليوم بتحصل كل يوم في الشركة. مش شرط مدتها حد. اوكي? طيب. ازاي هنعمل ده? في تجاهز في تبني يعني ايه مش هقول بس اصب فيه كام كمبونات ممكن يبينوا مع بعض وما يجيب لك المعلومات دي. فانا هنا هنختار ان احنا مع زوم اللي هي ويب هوكس. ان احنا زوم بيصبوط هاسمها ويب هوكس. لو هانا هتدي له زي اي بي اي هتدي له حاجة اي بي اي. ان هو اقول له ابعت هنا. فزوم يقدر ان هو كل ما يحصل يبعث لي على اي بي اي بتاعتي. فانا هنا زي ده كده. الحامل هنا كده مسلا انا انا عايز في حيطة اه زوم هعمل مثلا ايه? هانتكي كده نطيب ويب هوك. اعتقد ويب هوك تكتب كده. صح? ويب هوك اي بي اي اي. دبل او او. دبل او او اوكي. فعلا? تقريبا. لا اعتقد هي كده. ولا ويب هوك كده. والله امش عارف. نعم دبل او. دبل او خلاص يبقى همشي. طيب او ويب هوك سي كي صح? ويب هوك اي بي ايس. الانجليزي مش بافضل صورة. طيب. ويب هوك اي بي ايس دي. اي بطب له. اوكي. طيب. اه سي كي في الاخر صح? اوكي. طيب. الويب هوك دي اه المفروض ان هي اه طيب. فروض ان هي الويب هوك دي هي بت اه هديها لزوم. وزوم اه يقدر عن طريقها هيبعت لكل ما يحصل على الابي اي ستعته. تمام? ازاي هنديزاين دي سانيكلم عليه بعدين. انا هبتكلم دلوقتي على الجزء بتاع اللي هنعمله عشان دي يكون موجود. اوكي? طيب. تعال ناخد بوستجرس مش ناخد تخلي سيف الاخر. انا اخد بوستجرس. انا عندي بوستجرس سواء او على كلاود بتاعي او على الاسر كلاود. وانا عايز اجيب ده مسلا بوستجرس دي هيبك انت او بصحب بتاعي. هن. وانا عايز اجيب الترانزاكشن اللي فيها. فاول صور باسأله انا عايز اجيب كم سح? يعني عايز اجيب وان تابس كلها. والفريقونسي تاعتها. صح? ولا انا فاهمو? صحيح. طيب ايه 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 الحاجة اللي ممكن تختلف لو عايز وان تابس على ان اجيب مسلا بس كلها? تفتكر. اه اعتقد يعني لو وان تابس بس. اه هسلكت التابل ده. لكن لو عايز اجيب كلها انا ممكن اعمل يعني اخدها من كاملة على بعضيها. يعني مش مضطر ان انا كلها احساس. اه وبرضك ده في مشكلة برضك ان ده ممكن بيأثر على بتاعت الداتابيس دي. يعني لو حد تاني مستخدمها مسلا في دلوقتي. وانا بسلكت الداتابيس كلها اجيبها فممكن موقع على بسبب ان اللود على الداتابيس كبير لان هي بتحاول بتاعتي. اه طيب. اه لو انا عايز اجيب ديلي ديلي سنابشوت خلاني ابدأ بالبيزي كيوس ديلي. اللي عندي اللي ممكن اعملها عشان اعمل كده هو وقت. هروح على اخدنا سنابشوت ديلي او اعمل مسلا. او انا اعتقد ان داتابيس نفسها بتوفر سنابشوت يعني هي بتوفر اه اوبشن ناتي ديك سنابشوت. يعني حتى هكنا قبل كامل نعمل مسلا في شركة مش شركات هشغلت فيها كما نعمل هي بتباكب كل في سنابشوت بشكل يومي. طب هكتها ازاي في السيستيم التاني? هتعمل من داتابيس ويقرى لسنابشوت تاني. طب افرد انا مش عايز بسنابشوت انا عايز اجيب اكشوال داتا لفي تابلز دي اكس بوطري الدايك مسلا ازا او حاجة عشان اقدر برصها هنعملها ازاي? اه. انا عندي وان وانا عايز ايكسبورت تابل ده من او اي اي حاجة. يعني لو ما هسلكت تابل وقرور كتابه تاني. هسلكتن طيب مسلا جدي بي سي مسلا. اه. اوكي طيب مشكلة جدي بي سي ايه? انه هو هي تده بي سي صح? صح. ده ده منطقة. طيب. وجدي بي سي مستوي. نخيص. يعني ببايسون كود او بجابا. هاروح اكتب الكود هيكسبورت الكلام ده. صح? طب ايه مشكلة جدي بي سي هنا? ان هو لو انا عندي تاني اخطر وان طيبول. لو عندي وان طيبول مهم. مهم. يعني طيبول وانا كل ساعة عايز اجيب ده دي فانا كل ساعة هي الطيبول ده عشان اجيب ال incremental load. ومحتاج بقى ان انا طب انا عايز يحتيبه بمشاكل وانا عشان اقضى ranks اسعر ام عايز اجيبه delta. aux. السؤال برو حان سننفكر فيه مشنون نفكر انا عايز celebrity load وانا ده في مسلا مليون واد £10 ده كل داياتين. فانا عايز اجيب delta على طيبول على column معين. وكلهم ده ميفش عليه nafijl Il Soldi الجوب بديت هيت ده بس التابل ده كل ساعة. طب افر ان انا عندي بقى ده بس فيها خمسمائة تابل. فكل ساعة هيت خمسمائة تابل. عشان اجيب الدلتة فيهم. طب امتى بروح للحل ده? لو هي حاجة ومشي عادة كبير من التابلز. او حتى عادة كبير من التابلز. بس اقدر اعمل الكلام ده من ريبليكا. مش من ماستر. واحدة. ان الشركة تقولي خد ريبليكا. مشي? استقلنا كل ساعة. او اه هيتها كل يوم عادي. بالليل اه من الساعة 12 للساعة خمسة فاجح حليبها يعني. اه لها. حل? اه. فده ده حدا الحاجات ممكن نعملها. اه. طب افر ده انجيو سكيز بقى انا عايزها او دموست. اي ده تابلز عمتا. مش اي ده تابلز. خانا نقول اي سوشة ممكن نعمله هنا? التكنيك خانا نقول تكنيك ممكن نفكر فيه. هو ممكن اه. ما عايزين ادعى حاجة مش زكية اوي بس انا ممكن انا باكتب في الاتاباز اكتب في مكانين يعني اكتب مثلا في مكان في الاتاباز واكتب في حتة تانية اخد منها الاتاباز ممكن من كثكة مثلا او اي ان كان حاجة تانية واانا consume الحاجة دي من الناحية تانية. بس يعني لازم اللي بيكتب في الاتاباز هو اللي هاندل الحل ده. ده يعني حل مش. طب افرد انا روحتي باك انتيم. انا. انا باك انتيم. وانت قلتوا لي أنا عايز مسكناsın دور receivers مني أصلاً عندي هاجتي يو موش فعلش يعني دايماً بيقولوا أن تيم ال data من نفسها من تيم الbackend والعكس يعني هما الاتنين نفسهم مش صفيض من بعض يعني دايماً هتحيس إنهم مش رقييروا بعض يعني زور فمهو كله يعني تيم ال data بس باتجاه معين وتيم ال backend بس باتجاه معين هم أصلاً مش شايفين بعض يعني هما مستحيث� وشايفين بعض ».توجهاتهم مختلفة وكل حد عنده مشاكل في ال وليه تنسي في كام ده وده ومتمه بحكم الداتا والصريعة ويجيب الداتا. طيب. هو احنا عندنا قلنا فيش دي بسيش نجيب الداتا صح? مم. وفيه انت قلت حل تاني جميل جدا بيقولك ان يعمل زي ان يكتب في حتة تانية. بمناسبة حالة حلو جدا جدا جدا. يعني شركة من شركاتي كانوا بنقول تكتب في دابيس اكتب لنا في اه على يعني على التوبك واحنا بناخه التوبك ده. مم. في حالة تالت لبعض الشركات اني اكونكت حق اسمه سي دي سي. بنحشوف طريقة سي دي سي تول. ايه السي دي سي اصلا? ايوة ميه هو سي دي سي? هو اختصار لتشينج داتا كابتش. مم. اتشينج داتا كابتش اصلا. بدون خلط تفاصيل يعني تقنية بس هو فيه في نفطل في اسمه نفطل. انت بتعمل كزا 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 هو ده بتحط في لوج. هم? تخن عندك لوج فيها كل الكلام ده. طيب فيه تول بقى ما بتطلش داتا بيز نفسها. بتروح تطلش دي وتعمل نفطل من اللوجس دي. مم. طب. سهيا كده يعني بتدخل في بتاعت الداتا بيز. اه ما بتطلش يعني مش بتكونكش دي بي سي. يعني هل الداتا بيز هي اللي بتوفر سي دي سي ولا ولا انت بتكتب حاجة هي اللي يعني هي اللي بتقرى بتاعت الداتا بيز. لانك انت ممكن انت ممكن من ديتابيز تتغير الانترنت في ايتي ولا انت متعرفش. هو اللي يازم حكيتين. ديزة الديابيز تكون بتصبورت اللوجس. دي انت كتب لو مش كل ديةابيز فعلا بتصبورت اللي لم� كتب يعني. لو افترضنا عندنا 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 انا 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 اتنظر مش حدو كل ده انا عندنا ما رادي بي. دول كلهم بيصابورتوا اللي هي. اه طبعا لازل تشوف يعني دايما ان برضو البيانية لكتكشوا برضو بص انت عندك ايه وانا عندي ايه وده بس خلينا نفترض ان دي ايه يعني هي دي بتاعي اتنا يعني ماشي فهنا الحتة بتاعت دي لو انا ده بيزي عندي بصبوط ده وانا عايزي بحاجة انه طايم او مش عايز في حت تانية هكونكت بتاعتي عدى بيز تجيب الدولي اللوغزي دي وتريب مهالي تريب لجعاية بتريب لجعاية در mesmo دايين مونة اتجيب draw key مش عافية انها ممكن انا عندي اوكتر منتي عايزها ومش عايز اخي اكسر ισ否 ما عايز imagined probisa يعني ايه وانا انني خلي نفس التوليisiejه الديتا دي في المسجنج سيستر. الفتنا ب japanese بيردك وانا باقرأ الدايتا من المفهول ان هي يعني لو هي بتشتغل بطريقة ان هي في فممكن نفس القيمة تتغير تلاتة اربعة مرات. صح. فايجي لها تلاتة اربعة ريكورس. صح. حين ان هم دلوقتي مش هي القيمة الحالية في نفس القيمة دي. الواقع يعني بجي لك تعال افطال عندي 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 اسمه كزا مثلا او يعني او يعني بعدها تعمله ابديت بقى مثلا خلاص بقى كده اوضا اي دي بقى نفس الابديتت بقى اسا ستعته اا يعني كده اوضا دي اتعمل شاف كزا بقى ديليفر بقى كم كده بس خاننا ناخد ديليس كزي دي. فانا كده جالي خمسة على نفس الريكورد والله ما عديتش. مهم يعني فانا كده لما اجي انجز ده دي ما انا مش هاخد كل حاجة ان الحياة مش هتديك كل حاجة. اهام. فانت عشان طريق سي ديسية تديك الطرق دي. مهم. بس خباك ان حتى اتبقى كده. يعني اتنك ما انت كل ما يحصل. ايه وصح. ما هي. بس او انت بتقرى حاليا من من الداتابيزة نفسها انت بتاخد القيمة الحالية. يعني او انت فقط حاجة في مقابل حاجة برضو. صح بس. بس ما هي اياها هو الواحدة. بدل ما انت ترى تسليكت كل مرة وجيب الانكريمينتال هو بديك اللياتيست. مهم. فانت محتاج اللي هيقردها دي يعرف ان احتمال الواحد يجيله اكتب من مرة. مهم. طب هو السيري سي دي هل هي سيربس قائمة بذاتها ولا هي بتبقى على نفس السيرفر اللي عليه الداتابيز. نعم هي في تولس بتعمل هي السي دي سي. بتعمل تعمل تشينج داتا كابشا. يعني يعني اصدق ايه. في تول بتانجست باستخدام التكنيكس دي. مهم. التولس دي زي ايه? اوبن سورس مشهور زي دوبيزيام. كلوز سورس قديمة زي جولدين جيت تاعد اوريكل. من ارواع التول اللي نشاهفتها في حياتي تاعد اوريكل جولدين جيت دي. فعلا كانت وحش مقائم يعني. في انفرماديكا سي دي سي. في اه داتا ستيج سي دي سي. في حاجة كلاود حاجة. ايوة انا انا اصدقى ان اه يعني دلوقتي خلال الدياتابيز قيم على ماشين دلوقتي. حل? وانت دلوقتي دلوقتي دي دي انت بتقوم على ماشين تانية. اه. هي بتروح تكون نكت على اللوكس. على اللوكس. يعني بتدخل على الدسك بتاع الماشين اللي شغال عليها الداتا بيز عشان تقدر تجيب الحاجة من الديسك. لا ما افهم مش من الدسك يعني ايه. لا ما هي الداتا بيز بتخزين الداتا فين. اه اه. صح بس هي بتخش على الداتا بيز نفسها على جوا الداتابيز اللي جؤاها اللوكس. هي مش هي فايل ما كل حاجة فايل ما دي بيز في اخير فايل. لو نقصد دي سك هياتخش كده كده. ايوة انا اصدتخش هتخش على مثلا لو احنا بنتكلم على مثلا لو انا فكر صح في تيبل بتاع هي بتخش على ده حتى انت ممكن تخش كوي تيبل ده بوست اصلا بيحصل فيه. اه. يعني حتى زمان لما كنا بنعمل اللي هي يعني مسلا كان عندنا مشهورة جدا في شركات التليكم ان مسلا عندي فالكول سنتر ده عايز يترك مثلا انت شحنة بعشرة جنيه مسلا فانا عايز نشوف يعني الشحنية دي. فاكيد كول سنتر سستمش بيكونكت على الماستر. اه. اه. انا بنربليكيت له شوية تيبل اوتوماتيك. اه. اللي دبست تعطيه عشان ارى يشوف. هم. فهي التول كي بتعمل كده. حتى بقى انا هي تسينك بس ده اللوجيك بيتعمل سواء جوه التول او على طريق الاتل. هم. بس ده على انت عايز تعمل ايه. بس هي في الاخر بتكونكت على ايه? بس ايو ما انا قظي ان هي عبردك في نفس الوقت. اه. يعني هي مش عايزة يعني احنا احنا نقول لي ايه رحنا للتول دي عشان بنعملش حملة على الاتابيز. هي اكيد بتحاول تاكسس ال الديسك بدون ما تدخل الديسك في الموضوع عشان ما يبقاش حملة على الديسك بس. هي بتاكسس صح هي بتاكسس على الديسك. مش بتاكسس على الديسك. مش بتهيت الميموري. مش بتهيت. ايه بزر. صحيح. وده بيخليها سريعة. وطريقة الاكسس دي اصلا حتى يعني حتى على الديسك ساعدة فانس اقولك ان احنا من ضمن شوية ان التول دي بتقول لكلام ده عايزة كمانتين يعني يعني كويسة انك انت بتزاو لازم تعدل اللوجز على الديسك. يعني دي بعض الحاجات يعني ساعدة بيقول لك خلية تمانية واربعين ساعة يعني فون سيفتي. عشان التول ما توقعش حاجة ولو وقعت اذا تقوم تجيب اللاتست ده. في افرد اندبس تمامية واربعين ساعة نجيب اللوجز ده جدا يعني. بوطها زاود ديسك. اه. او بحط نفسي فرسك. في بعض التولز بتكونسيوم وان سي بيو. وان كور. على التابيس. فان كور ده ده حالي مش قولها يلا. دايما. تم هيا لايف هي بتكونسيوم وان كور. اللي هي دي طبعتها. عشان كده دايما بنقول لما تجي تكون نيك لازم تتفهم التول دي شغال ازاي. انا اخد بك انا مش بكلم على توم وعيان حالي كامعة بشكل عام. كل تول لها طريقة انا ما عرفش كل تول دي شغال ازاي. حلو? انا ساعمت بس. وكانه مش بيهده تقريبا يعني. خلص. يعني حتى لو دخلت على بشتلاقي ان هو بياخد حتى اي ولا اي حاجة. هو دايما في شغال او بس حتى لو بصيت على بتاعت التول هتلاقي بيقول لك ان انا اخدت من كزا 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 يعني بتعط بتاعت هي مش بتاعت اخدتها بتاعتها نفسها. اي اي اي. تفاهم اصول دي يعني ما بتاكسش اي في ال دابيز. بالتالي ما بتعملش لك. بل او فيش يعني اش دي بي سي من دول ما شاكتنا ممكن اعمل لك. صح? اه. هي مش تعمل كده. اه بس سؤال التاني لو انا عندي ازاي ما قلنا باتش ديلي يعني اه باتش ديلي ممكن اروح عرب لك واعمل جي بي سي وتقرأ. وانا لسه كاتب لك وانا ببابلش بلوك تعطي قريب لسه كابنان ازاي لو انا عندي الف جوب وعايز اعمل او خمسين جوب وعاي مية جوب ازاي اعمل تجيب جوبس دي اه مسلا وتبقى ديني ممكن اخطوكو الينك بتاعها في يعني في بس هي يعني اصد التكنيك موجود بس غالبة الناس لو عايزة او حتى لو اللي تنسي مش هيستخدمه حيطة دي بيستخدمه غالبا وبذات لو عدد كتير مش واحد ولا اتنين بيستخدمه سي دي سي. فانا هنا هحطه كده واسميه سي دي سي بوكس يعني. اهوت هسميه هنا اللي انا هستخدم اه احنا هنا قلنا هنسميه سي دي سي فور اه سوي. فور بوست دي كريس. وهنا قلنا هده فور زوم سوي. فور زوم. اوكي? تمام. الجزء اللي بعده اه تعالنا اخد جي سي اس. ايه 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 الوضع في جي سي اس. احنا عايز نعمل ايه. امت اصدق هنا. جي سي اس انا نعمل جي سي سوي. جي سي اس اعا. لو انا عندي ما انت بتبني انتها ليك مش حضة ليك كلها تكون في نفس الاكاونت او نفس الطول. ام. ساعات الشركة انا 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 بحوط يوسكيس مختلفة عفلها يعني ايه يعني لو انت هتتفكر بشكل مختلف مش كل حاجة هي نفس يوسكيس. حال? حتى ما بيانش ينبيل متشحانين من تفكر نهار ده بس. يعني حتى نهار ده مش نبدأ ينبيل متشحان في الاركتكش. انا طبع بين اكسي بلور ويليوسكيس عاستي نعملها. حال? اه. اه اه انت عايزها هنا ايه اصلا? انك انت اه عندك داتا موجودة في جوجل كلاود. وانت عايز داتا دي تريبليكيتها في اي دا بيو اس او مسلا في الاكاونت اك. لو انت حتى على جوجل بس انت عندك داتا على كلاود تاني. وعايز تجيبها. ايه الطوق موجود تستخدمها عشان تعمل كده? اه هو جوجل كلاود ستورج يعني عملا هو يعتبر اه كان هو فا انت لو اه لو عايز تجيب حاجة من عليه انت كأنك بالزبط بتاع حاجة من تاني. على حسب بقى الحاجة اللي عايز تجيبها دي بردك حتجيبها مرة واحدة ولا حتجيبها كل شوية ولا عايز تعرف انت قريطي الحد فين ولا اه ولا تسليكتي ايه بالزبط منها. اه وبرضه في في نقطة ان انت لو حجم الفايلات دي كبيرة ممكن مسلا تجيبها بقى بيعني بس بارك جوب ولا بحاجة مسلا كبيرة تقريطة مسلا ميت فايل ولا تيرابيتسوف دايتا. لو انت عايز ان المسلا من تيرابيتوف دايتا مش حتنقلوا اه يعني اكيد حتران سيرفزس كتير عشان يعني كذا عشان يعقدر يجيب الدي كلها مرة واحدة فاوه الموضوع بيتمت بقى يعني اه الدياتا قدي ايه وحعمل بيها ايه وعايزها كلها قدي ايه عشان اقدر اجيب الدياتا دي. طيب فاحنا كده عندنا يوسكيس الاولى انا لها بس. طيب. ده ده جزء الاول. والده دي مش هعمل اي يعني مش هعمل اي مش هعمل اي مش هعمل اي حاجة ازا كده. طيب. فانت بتقول لو هعمل كده في طريقين. طريق الاولى ان انا هعمل مسلا تعمل ده او سويا تعمل ده وتكتب في فايل سيستم تاني. طيب. في حال تاني ان ممكن تستخدم لو انت بقى عندك اكتر من او اكتر من اكتر من اكتر من انت وعلي تعمل فانت ممكن فيه مثلا لو بنكام على اي دابي اس في اي دابي اس داتا سينك. او مسلا تول زيك على جوجل نفس الكلام هي بتعملك الواحدة. مم. يعني هي بتقول لها اديني باكتها اديني باكت وطارجت. حتى عايز سب باكت باس. مم. وهي تعمل لك كلام ده الوحدة. هي بتعمل كوبي يعني. بتعمل كوبي الزبط. لكن اي مشكلة تولز دي? تولز دي هي مش مشكلة فيها تحديدة مشكلة في الناتشل بتاع الدياتا. في بعض اللوجيك بيقول لك انا مسلا بتاعنا افطاني عندي شركة بتاعة آآ ميديكال مسلا. او بتاع بانك. بتاعنا اخب بانك. بانك عنده داتا جزء منها في كلاود. طبعا انا ما اعتقدش كزة عامة بس افطار كزة موجودة. وعايز اكابلتين الدياتا تعمل لها يعني هاش مسلا لحاجة معينة. مم. حل? طبعا تعمل الكامل ده او اعرف اعمله. بس ازاي بقى? مسلا موظم يتنسل على الابليكيشن. ان هي اسمها الابليكيشن. هي متعملش تعملها كالحركة دي. هي مش تاكسز الفايل. مم. بتحسز ناكس فيها. تولز ده من حاجة مثلا من فايل لفايل هو مش بيبص على الدياتا. عكس سبارك سبارك هيبارس الفايل. مم. خد بالك برضو احنا ننسينا نقول اوبشن تاني. ممكن نعمل شيل كوماند. سيمبل شيل كوماند. يكون نكت على السورس. ويدولود مسلا دي في حتة ما. حكي ابلوده على اه مسلا ولا حاجة. يعني تخيل عندي يعني هاجيب سورفر. حكيت في شيل كوماند. هو هياخد الفايل دي دي كده ابلود تاني على سورفرس تاني. مم. صح? تخيل اني بتاعمل حاجة كده او بس افرد بقى لا انا عندي كل ما عايزة اعمله هاشنج. او عايزة تشيله خاص نظر. عشان سيكيرتي. ماشي ينفع. مم. عدد لازم تكتب حل بنفسك بقى. الله ان هو عليك. صح كده. تكتب الحل بتاعك. انا عايزة بقى بس تاني الحتي السي دي سي مماشي. افتقاط حاجة يوسكيس مهمة لتبقنا كابنا عليها. افرد ان انا عندي نفس اليوسكيس دي في السي دي سي. عايز اهاش يعني عندي تابلز فيها معلومات او بيتش ايدات. مهي هي اه ايدنتيفيكيش. اه ايدنتفايا بو مم. حل? ودي عايزة اهاش حاجة فيهم. مسلا واحد عنده عزة اهاش اسمه مقاومي اه المرض اللي عنده عشان ايدي الاصيينس اني هنشتغره عليه انا مش عايز يعرفه يعني تفاصيل شوية عن الحاجات بتاعته. مم. في بتاعت بتصابورت بتصابورت ان احنا ان انت تعمل زي كده على ده يعني انت تحط فتشيل ده. او اه يعني او انك تهاش او انك انت ما تاخدش او معين من او تاخد او تاخد او تاخد اصل ده اوبشن موجود بقى. انا بس تستقولي اوبشن ده هنا او. فاحنا بنتكلم على جوجل هنا. فاحنا بنفكر عندنا سؤال هل هنفترض ان احنا عندنا بتاعت انها هايز ناخد ده از ايز. لو اه ففيه تاعت لو لا هيبقى هازم نكتب جوجل او سوري مسلا انت من حيدي تعني اخد حالك هنكتب هنا ماشي. افترض انها هكتب كاستوم كود هنا. اه كاستوم كود طب هل كاستوم كود ده الحل الوحيد ممكن فيه تولز بتعمل اه وبتعمل الحل ببارس الداتا بس هنفترض ان ده مش هعمل كلام مش هستخدم تول مثلا ده ايتي اللي مشهورة مثلا بتعمل الكلام ده. بس اي في الاخي هتعمل زي سبار يعني مش هاخد حاجة مهم طيب احنا اه عندنا لدي اعطى ناقص سبارة سبارة وست اي با ايس على قصر اي باي ايس على قصر اي دافئة اكاونت. اريد الحاجة بردك على موضوع انت بتنقل حاجة من فايل سيستم التاني. انا ساعد بنحصل معنا حاجة يعني لحد ما زي كده ان انت بردك اه لو الحاجة دي بردك بتعملها لأنك انت ممكن مثلا تنقل حاجة كل ما راحت زي كوبي كده بالضبط دل ده. ممكن حاجة تانية انت عايز مثلا كل يوم مثلا في فايل جديد بيتكتب باسم التاريخ اليوم. فانا عايز كل يوم لما يجي اليوم انقل الفايل بتاع اليوم الامبارح مثلا. فممكن برضك انت تحتاج يعني او تحتاج انت ايه اللي نقلته امبارح او ايه اخر حاجة انقلتها. وايه اللي هتنقله برضي. فبرضك يعني ممكن تسجل انا انا نقلت ايه امبارح وهنقلل النهاردة. عشان يعني عشان فيه مثلا اه لكنه ما بين فلازم تكون نكيب ترك في حتة يعني مخزن في حتة معلومة انت ايه اللي نقلته وايه اللي ما نقلتوش. يبقى احنا محتاجين واحنا بنزين الكود ده. نشوف طريقة ان احنا نكيب ده بشكل معي يعني احنا اتأكد احنا او حتى ممكن او حتى ممكن تروح الفايل التاني تقرأ ايه اللي موجود دلوقتي وتجيب اللي مش موجود. يعني. يعني احنا هتحتاج المعلومة دي تجيبها من حتة. يبقى المنشن. اه. اه. احنا نحط المنشنة والله يعني. نشوف احنا نكتب الكود ده. احنا ازاي نهندل حتة دي. احنا نستعمل بس هنستعمل بس مع طول تانية ايا ان كان. مهم ان احنا نشوف طبعا احنا نهندل ان في انكلمنت اللوود. دبعا عنا تعامل كستوم كود ودي اللي تشانج هنشوف مع بعض. طيب. احنا هفتعد نفس الوز كيس بالزبط بس هفتعد ايه و هفتعد ان انا مش عايز اعمل ايه. حال? فانا هنا هناخد نفس مسلا. انا عندي تاني سوى بتاع نفس الشركة اللي انا فيها او الشركة تانية. بس انا هنا هعملو مثلا. هنسمي هنا داتا تمام? فانا كده عندي هنا بس عايز اعملها من هنا ل مثلا هنا. من غاية transformation. فانا هعندي هنا ان ما يبقى GCS. GCS. هعمل شوية كاستوم كودش انا هاش شوية داتا. لكن انترنالي انا هعمل بس ببليكيشن بين تو اكاونس. يعني هو عنده اكاونت انا هدين اكاونت دا هدين اكسا اكاونت دا. اوكي? كده يبقى النسب وست ابي ايه. تعانا اخد رست عشان هي سهرة شوية. دلواتي انا عندي رست ابي ايه او يعني فيه وهي عايزة تبعتلي او تبعتلي اه تبعت شوية او تبعت شوية information. هفترض هي يعني يعني هم عندهم نفترض ما عارفش هم عاملون ازاي. ما عارفش هم عاملون ازاي. ما عارفش هم عاملون ازاي. ثم عايزين مني طريقة. يبعتولي عليها الداتا او فانا هفترض هنا ان دول ناس شركة. يعني السؤال اللي اسأله هل دول ناس جوة الشركة ولا ناس بار الشركة. فساني انت عايز تاخد منهم داتا ولا عايز تبديهم داتا? عايز اخد منهم داتا. احنا السورشان ده كله احنا بدي ناخد موحات. حلو. ما فيش حد بديش لحد حاجة دلوقتي. هلو. فالموحات دي بتكلم فيه ان انا عايز شوية الناس عندهم وانا عايز اخليهم يكلموني. بس السؤال بقى هنا هل استخدم كيو? طب ساني هل انت تخليهم يكلموك ولا انت اللي تكلمهم? ما هم 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 عندهم هم اللي بيكتبوا يعني اللي بيكتب دي بتكتب فقطة من حيطة بتكتب دافيز عندهم وبتكتب في اه فايلز وانا عايزهم كان يكتبوا عندي او يبعتوني الدياتا دي. حلو. يعني مش مش قولي. حاسن يعني فكرة قريمة من فكرة الوب هوكسي يا مردك يعني صح? صحيح. انت يعني كأنك عندك انت ويب هوك قاعد مستني حد يبعت له الدياتا. صحيح. طب ده كانت سؤال حلو بعدها. في ناس في ناس بيبقى عندها مش مش خلط لا هيوس كاس مختلفة بيقول لك طب انا لي ما ما انا لي مسلا ما عملهاش بطريقة مسلا ديهم كيو انترنا كيو ولا كافكا ويكتبوا عليه. هو اعتقد مشكلة انت تديهم حاجة انترنال اللي هم يبقى لهم اكسس على انترنال نيتورك يعني النوم يعني ايه? آآ نظريا المفوودي بيكون فيه يعني ايه زي جيت وي لأي حد بيكلم سيستم بتاعك. ما حدش مسلا يدخل. تفضل عم يخش الحمام عندي يعمل بيبي. يعني لأ اللي هو يعني لأ مفروض يكون فيه بوابة يقدروا يعدوا منها عشان يقدروا يدخلوا على الحاجات الانترنال ومفروض لو حد مبارا الشركة ما يبقش لي اكسس على حاجة انترنال من جاء الشركة. فانت لو لو عايزوا يعمل في كيو تعمل سيرفز والسيرفز دي تستقبل الكلام ده وهي تكتبها في كيو. هي سبحانه حتى في المواضيع اسمها اي بي اي جيت وي. مفروض? اه. يعني اسمها اي بي اي بي اي هو يكتب عليها وانت بقى انترنال بتكون اكتب بقى تكتب مسلا اكتب ده في اه في كيو معاين في لامضة بتعزي سيمبل كود كده ولا حاجة او هي نفسها تقول له ما يكتب اي 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 اكتبه في كيو تعمل معاين مسلا. ممم. فحلو. تعالنا اخد ده يبقى هناك بس نكونكتب ده حتا دي ليه مش نديهم كيو دايركش ندي حاجة انترنال فان عايزهم حاجة اكتب اي بي اي جنيريك انه هو يخش اكسر بس عايز ياخد هتدي له عادي بس كتابة في دي هتبقى بتهندل بعد دي مش مش يعني بعد فان هنا عشان نهندل ال سنيع هنا ماشي طيب بقى هنا بقى اي اه سوري هنا يبقى أبيعي get way سوي مش ابيعي get way انا أسمع ابيعي get way مش مأسوط شطول تعطي Amazon اما اعرف اصلي فيه هكذا هو يسبق معبر هو الاسم معبر فعلا ابيعي get way to ingest او to سيهد like to to be called or to be hooked to be hooked four hooks اوكي طيب يبقى انا سيستم واحد و سيستم وحش يعني وحشب يطلع بقو نار. اللي هو التول دي اللي هي اسمها ساب. طيب ساب ده عبارة عن ايه اصلا. ساب ده حاجة بيها جدا. انا نفسي من زي ما اعرف ايه ساب بالصلاح. انا بس مع انه كتير. بس ما عاربش هو بيعمل ايه. انا اشتغلتها يعني اشتغلتها جبنة سنتين وما عرفتش هو بيعمل ايه حاجة. لأ هو بيعمل حاجة جدا يعني. بس اصابت شركة? انا اصلا تسمعت ان في حاجة اسمها ساب ديفولوبر يعني انا في ناس يعني شغالين ديفولوبر ساب ب بس صعب شي بعمل. زي سيلس فورس. بس هو خلينا نقول يعني بدون نقول فصيل يعني. هو بتبقى بتحاند الجيس كتير. انت عندك مسلا سيلز مسلا. سيلز مسلا. حل? بعد ما تبني سيلس فورس تروح مسلا بتاع سيلس فورس وتروح لساب ولا تروح ما عارفش في شركات زي كده. هو بيجي يديك السيستم ده. بس الكسترمالي زي شبقه ده? اما هما يعملوا لك الشركة ببيع ساب مسلا. او تجيب ساب يعملوا لك. او تجيب شركة تعمل لك مكالم ده. الموضوع مش ساعدة. جدا. لدرجة فوق ما انت ممكن تخيله. لو في كل حاجة في اي حاجة. تمام? طيب. فأنا دعطي يعني باختصار عندي شوية آآ عندي سيلز مسلا سيستم هناك. ماشي? بتمعني سيلز عن طريبه. آآ اول وقت بقاش بقاش سيلز بجوال اللي هو الوير هاوسز مسلا بتاع البرودكت. والمبيعات بتاعتها. وانا عايز اجيب دي من هناك. مش عايز اجيب الداتا. انا عايز في طريقة ان انا انتغريت مع سبب اي بي ايز. نجيب الهوكس دي او سوي نجيب الداتا دي. اجيب دي اجيب دي كيف نفعلناها زي ايه. آآ. سيز بوسط اجريس. لا بوسط اجريس سي دي سي. احنا عايزين حاجة اي بي اي. اي بي اي جهزة واحنا بنانتغريت معها. زي سيلز فورس. سيلز فورس هي. سيز فورس. سيز فورس. انا ننسيت سيلز فورس. انا كان لنا عارف الاول ما نسيته. انا بدا تبدا يوها خلص بها عشان يعني اين غير ش طيب. بس فكرة النساء بقى في شوية يعني هوا سيزة بعضوك هتقول فيها شوية كومبليكيشن شوية عن سيلز فورس. بزيات لو مش كلاود يعني مش بستخدم سبحنا لعى كلاود لو اون بريميس. فلي كومبليكيشن ان كده كونكت عليه اصلا. حتى لو كاستوم كود. فانا هفترض ان انا عندي سبحنا على كلاود اللي هو الو مش اللي هي محتاجة بقى كاستوم نتوك سيتاب. وهيعم زي سيلز فورس كده انا هاعتمد على المانش تقول ان انا اجيب بين سيلز فورس وسيل. ماشي? انما هجيب شوية اوبجيكتز. اوبجيكتز دي هنبدأ ان احنا نعملهم انجيستشن. والانجيستشن ده هن اه هنجيب بينه شوية اوبجيكتز هننسيكتها بعد ايه هنكاريت يعني تست انستنس على كلاود. ونقلب نجيب بينها الادات. يبقى انا كده لو جيت فكر بشكل عيام انا اديو اسكيس اللي عندي. عندي ما نشتول. نتخب من سيلز فورس. صح? وسب. وعندي ايه بقى هنا تاني? بس يعني هي الفكرة هي بتكونكتها على اي في الاخر يعني هو ساب بتوفر لك اي بقى هي تقدر تخبر من السلوات دات. صح. وممكن. طب اقول لك على حاجة. احنا ممكن ان هو عندنا وقت بضع هكيدة عندي مقى طويل في الحلقات يعني سوك ان يعني ممكن نجرب نعملها بكاستوم كود. مم. يعني اممكن نعمل كاب فور تستين. اه اه ان احنا يبقى عندنا ساب. ممكن نجرب هنا ساب. بقى ممكن نجرب كاستوم كود برضو عليه. يعني كابت كاستوم كود بيشتغى عليه كان افضل حاجة بس عملته يعني بكده. ممكن نجربه سوا ماشي. وعندنا هنا اه اه وب هوكس فور زوم بس احنا ممكن برضو يبقى نفس الكلام فور ايه فور كاستوم ابي برضو مش فور زوم بس صح? مم. يعني ممكن يبقى هنا فور كاستوم ابي اي باي. بعد كده عندنا سي دي سي. فور بوست اجرس. وعندنا كاستوم كود. هنكتب سبارك كما اسم كاستوم سبارك كود. ماشي. اه تو انجست فور جي سي اس. وعندنا اه داتا ربليكيشن جاست ربليكيشن فور اسي سري. وخاص عملنا حجة دي. بحنا كده عندنا كان بطن واحد اتنين داتا بقى خمس. اه يا طولنا بس يعني دي كل اللي احنا عايزين نشوف ازاي ممكن نعمل لهم ان احنا انجزتها دي كاول ما حالة على الداتا ليك بتاعي. صح كده? كلام جميل كلام ما اقول. طيب اه يعني بعدنا ساعة دعيبا اه طولنا شوية بس اه يعني اتمنى اكون الحلقة اه مفيدة للناس يعني اه احنا محضة يعني احنا مش حفظيني كمان اولا حاولنا نطلع بشكل اه. اه بشكل تلقائي جدا. لا فعلا يعني انا حولت ان احنا ميبقاش يعني موضوع فعلا كأنه يعني انا اتحافظ سكريبته وحط اكتشار ايه باشرحه. انا حاب ان احنا نعرض افكر بكل اه حاجة واحدة بس اضافة لو انا بديزاين سيستم مع الشركة هعمل ايه اضافة على اللي انا عملته ده? ان انا هعمل دوكمنت المي فيها الحاجات اللي قلناها بشكل مكتوب. يعني دايما يعني لو هو قال لي الوبجيكتف تاعي ان انا ابني ومش هكتب الوبجيكتف عزي مش الربني. الوبجيكتف تاعي انها سنترلازي الداتا هكتب ان دي ابجيكتف. ابجيكتف انا عايز اه اقلل الكوست وامسح الهيستوريكالتامي السورس. هحطي ايه ازا كوز. طب لو ما اجلتكلم مسلا الجوز التاني هكتبه البيين بوينتز مثلا. البيين بوينتز تعطي. مسلا هيقول لي ان اه ام ان مسلا عندي مش قادر اشوف الكاستومر اه سري سيكسي فيو ريكورت تعطي. فه ما حكتب البيين بوينتز. الكوست مسلا. ان اه مسلا ان انا اه مش عايز مسلا من ضمن المشاكل اللي عندي مش ادعم اكروس اكتر من سيستم. او الاستابيليتي والاسكيلابيليتي تاعت الكوز اللي كاتبينه دلوقتي. هحط ده. حاجة اخير قبل ما ابدأ افكر في 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 نبدأ افكر في يبقى الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ككتابة ناكتبها وزول علينا عملته ده. ناكتب مكتوب مكتوبة واكتب زيستخدموا ده. ممكن احاول ان انا المرة جاية نكتب الكلام ده. ونعمل لي زي ديمو برضو قبل بداية الحلقة او احطوك في ديسكيبشن على طول. يعني كاكزامبل يعني. ايه البيين ده. ايه الابجيكتف داعه والبينبوينز والستيكوولدرز بعد كده كل مرة نحاول نزود في الاكتركشة الدوكوبين دي. ام بس تاهم كده? تاهم على بركة اللي هم. طيب اه انا حابة اشكركم لو حد فضل قادر يكمل ساعه. اللي اقدر يوصل للوقتي ده من الحلقة يعني في ايه? فعني خلاص بقى يعني انسابسكرايب مست من التشانل. ايه هو بيعملها دعية بس احنا يعني تأكدوا ان في حلقات تانية فهي هي دي هوتكور يعني هي مش حلقات اه يعني سيمبل كده بزنتج انا بنتكلم فيها فعني هي محتاجة ناس عندها كوت تحمل شوية. فعني اشوفكم بخير والسلام عليكم. السلام عليكم. اشتركوا في القناة